استمرارية هذه القوانين ينبع من استمرار عقلية القبيلة التي يسودها ويسيطر عليها التفكير الذكوري أيضا مثلا في قطر وبقية دول الخليج التيار المحافظ جدا قوي أي أن له سلطة وله تأثير مما ينعكس على التشريعات السياسية خاصة فيما يتعلق بالمرأة فنجد أن هذه التشريعات السياسية نتجت من انعكاس للواقع الاجتماعي الذكوري المحافظ ولذلك ولهذا السبب ندعو إلى تأسيس دولة المواطنة حيث أن دولة المواطنة تحولنا من الملكيات المطلقة إلى دولة المواطنة الحديثة وفقط من خلال دولة المواطنة الحديثة نستطيع تأسيس المبادئ الأساسية مثل العدالة والمساواة والمشاركة السياسية بين كافة الأطياف إناثا وذكورا